السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اكيد اسم القناة عامل مهم جدا ما ينفعش حضرتك تختار اسم قناة شائع ويكون كتير من القنوات عندهم نفس الاسم حتوه قناتك خاصة اذا كنت لسه قناتك قناة صغيرة ومبتدئ على اليوتيوب انا بطريقة بسيطة جدا هعرفك ازاي تعرف اذا كانت قناتك فعلا تم اختيار الاسم بتاعها بعدد كبير من القنوات ولا لا عشان تغير اي حرف فيها ولا حاجة فيها عشان تميز قناتك وتقدر قناتك بعد كده تظهر في محركات بحث اليوتيوب احنا كده على تطبيق الهاتف تطبيق اليوتيوب انا اسف مش عارف بغلط فيها على طول ليه تطبيق اليوتيوب من على الهاتف هتضغط هنا على محرك بحث اليوتيوب انا هختار اول قناة وابدأ اجرب بها بارسفين تيوب قناتي هضغط عليها كده دي اللي ظهرت قدامنا قناة ارسفين تيوب الموضوع ما انتهاش على كده لا انا هضغط على الثلاث نقط اللي على ايدك الشمال فوق كده وعندك الفلاتر والمساعدة والتعليقات هتختار الفلاتر هتظهر لك فلاتر البحث اللي قدام حضرتك دي تاني حاجة اللي هي النوع تاني حاجة اللي هي النوع هتضغط على الكل هيظهر لك الكل ولا فيديو ولا قناة ولا قيمة تشغيل ولا فيلم هتختار قناة وما تنساش تضغط على تطبيق تحت كده هيجيب لك كل القنوات اللي استخدمت اسم ارسفين تيوب ارسفين تيوب ارسفين تيوب والتالتة دي وهكذا يبقى الاسم ده غير شائع لان فيه يعني ارسفين وبعد كده فيه حاجات بتميز القنوات التانية في الاسماء ناخد قناة تانية زي قناة هدى ورودي الحجة هدى عندي من اصدقاء قناتي اول قناة هنا هتضغط على التلات نقط لديك الشمال فوق واختار الفلاتر وتضغط على الكل وتختار قناة وتضغط على تطبيق دي جميع القنوات اللي استخدمت اسمه هدى ورودي هدى ورودي وبعدين هدى رمزي وهكذا يبقى الاسم ده غير شائع يبقى سهل انه هو يظهر في محركات بحث اليوتيوب ناخد اسم قناة تانية ناخد اسم شائع مثلا زي العلم والمعرفة دي اول قناة ظهرت عندنا هتضغط على التلات نقط لديك الشمال فوق وتختار الفلاتر وتختار الكل وتختار قناة وتضغط على تطبيق بص حضرتك بقى العلم والمعرفة الاسم شائع جدا العلم والمعرفة عالم العلم والمعرفة العلم والمعرفة كنز الحياة قناة العلم والمعرف العلم والمعرف العلم والمعرف العلم والمعرف يبقى انا بقول لك الفيديو ده ليه عشان لما تيجي تختار اسم قناة اعمل اللي انا ورته لك دلوقتي في محرك بحث اليوتيوب اختار اسم قناتك واكتب اسم القناة في محرك بحث اليوتيوب واختار بعد الضغط على الثلاث نقاط اللي عليك الشمال فوق الفلاتر واختار من الفلاتر الكل واختار بعد كده قناة وشوف هل الاسم ده شائع لاستخدام ولا لأ عشان ممكن تغير في اسم القناة بتاعت حضرتك دي طريقة بسيطة وسهلة عرفتك بيها ازاي انت تختار اسم ما يكونش شائع لقناتك عشان قناتك تبقى سهلة البحث عنها في محركات بحث اليوتيوب وتظهر في محركات البحث اتمنى ان انا اكون قدمتلكم معلومة مفيدة في فيديو اليوم لو عجبكم الفيديو ما تنسناش باللايك والشير وتعليقاتكم اكيد دعم لينا واشتراككم بالقناة خالص تحياتي شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته